السلام عليكم ورحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير على خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو واليوم ان شاء الله سوف نصوق معكم واحد المليويات هكا في الفرر اللي كيجوا من اروع ما يكون وكيجوا هكا بالخضر كان عمرهم بالخضر كيجوا الداد كيجوا رائعين وكيجوا هكا بريستيج وتابعوا معي الفيديو حتى الاخر ولعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد لجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعليق زوين اللي كتحطوا لي بسم الله غادي نبدأ معكم الوصفة انا غادي نعبر بهذا الكس اللي كي عادل ميتين جرام كندي الكس اللي هو دقيق الدقيق الأبيض انا هنا غادي ندير العجانة بغيتوا تعجنوا بيدكم رأساهلة قدرت هنا ثلاثة الكسان ديال الدقيق الأبيض اللي عودتهم في النخل كنعود نخلهم بحال هكا وغادي نضيف كس ديال الفينو أو السامد الرطب صافي كان نغرب الوحدة هوا كنعودوا هكا في النخل غادي نضيف شوية ديال سكور ساندة بعد ما كنخلط النواشيف أولا عندنا العسل كنديروا العسل كندي هنا واحد محلقة صغيرة ديال السكور ساندة وكندي الملح فقط صافي كندي الكس اللي عبرت به الدقيق والكس الثاني غادي نشوف شحال غادي تهز معانا كنضيف النص دياله كنزيت شوية صافي ركا تبدأ تعجن يعني خضعت معايا بحال هكا كسونس ديال الماء بعد ما عجناها كنخليوها شوية قاصحة باش كتجينة باش كتنجح معانا هكا الملاوي صافي بعد ما قصحت انا هكا عجنتها في الصبح وخلي تحت العشية انتو ما تقدروا تعجنوا هكا في الليل كتزيد بعد ما كنديروها بحال هكا في وحال الكيس بلاستيكي ركا تفاعل وكتزيد الترطاب صافي كنحطها على جن هنا كندير واحد جج حبات ديال الجازر او خيزو اللي كننبشرهم هكا كرقاق يعني كنحكو رقيق وغادي نحك الخيزو والقورة هنا عندي جج حبات وعندي ثلاثة الحبات ديال البصلة وعندي حبات ديال القرعة حتى هي كنقطعها هكا كرقيقة كننشرها عفوا نحكو في الحكاكة غادي نضيف البصلة البصلة كنديرها في حكاكة الغلايضة باش كتجينها شوية غلايضة بحال هكا غادي نضيف واحد لحبات ديال الفلفلة كنحكو في هذه الشوائب ونقطعها رقيقة سوفي كنستمر عليها بحال هكا كنقطعها رقيقة سوفي بعد انما كملت الكيمية اللي عندي غادي نضيفها في واحد المقلة سوفي بعدما كملت الكيمية اللي عندي مقلة غضي نضيف عليها واحد لثلاثة الفصيصة ديوكتومة صغار. اني عندي هنا يا فصيصة صغار. الى كان فص كبير نديروها فصرها كافي. غضي نضيف عليها واحد الكمية دي الخمسين جرام دي الشحمة. وكن نضيف الزيت البلدية او زيت الزيتون. هاد الشحمة كتبقى اختيارية. كندير الملح الفلفل اسود للبابريكا الكوركم او الخرقوم البلدي والكمون سكين جبير وكندير وريقات ديو الازير. هاد ازير كي تواتى مع هاد تتبيلة البنات جربوه وكنقطعو بحل هكا. صافيو كندها كنحطى فوق البوطة وكنخلط هاد تتبيلة مع هاد الخضرة وكنخليها بحل هكا كتشحر العافية اللي كتكون مهيلة ما كنجهدوش عليها. صافي غدي نرجعو العجينة ديانا. غدي نشوفو العجينة. بعد ما خليناها انا خليتها هنا فوق ربعة سوية عجنتها في الصباح. وما كنوجد بها بحل هكا هاد المسيمينة تحت اللي عشية. او هاد المليويات. صافيو كننلول بها بحل هكا. ما شوفو معايرة ما كتلتاصق الموالو. قد ما كتخليو العجينة وخما كتلكوهاش قد ما كتخليوها قد ما كهية كتطوع وكتعطي الطوع بحل هكا. صافيو كندهن هالا القريسات بحل هكا. وكننغطيهم بواحد البلاستيكا. كندهنو كاملين. كيزيد مني كندهنوهم بالزيت كيزيدو ويرطعبو. صافيو غدي نغطم واحد البلاستيكا ونحطمع لجن. غدي نرجع لستبيلة ديانا او الحشوة اللي عنا. وكننحركها. هنا ردتك الطيب. كندل كد الخضار هكا. نستمر علي بحلقة تحرك. حتى كتلبس برد العطرية. صافيو غدي نرجع لها يده بابدتك الطيب. كنزيد علي الشعرية الصينية. لرقتها هكا في المطيب. كتب لي بقي ما بقطعش مزيان غدي نقطعها بحلقة بالمقص. بك نخليها شكا طويلة. صافيو رهي طاعة بتدابة. غدي نضيف عليها وحل الكمية دي القصفر والمعدنوس مقطعين رقاق. وغدي نضيف عليها آآ زيتون قطعتوها كرقيق. زيتون خطر. صافي هنا رطفيت عليها وكنخليها كتبرد. لين ما تبرد غدي نمشين هكا نصوب من سيمينات وكنخليها هي كتبرد. صافي كناخد هكا مسيمينات وكنجيب واحد زلافة. كنضيف فيها جوج معالق ديو الفينو. وكنضيف فيها وحد الخمارة ديو الحلوة. كنضيف واحد المجمعالق ديو زيت البلدية او زيت السيتون. وكنضيف عليها زبدة هكا مدابة. وكنخلط مزيان. هاد الخلطة كتصيب لمسمنة البنات كتجي رائعة. صافي كنبدأ بحل هكا كنقرص. كنقرص بحل كالعجينة حتى كتعطيت. يعني حتى كتبالينا هكا طاولة العمال. قدمانا كننرقوه قدمك يجي مزيان. صافي كنديرو حد المعلقة ديو هذه الخلطة. وكنجمع بحل هكا. بحل اللي كنديرو نسمن. كنخليها هكا على الطول ديالو. كندهن شوية بهاد الخلطة. وكندير هكا قطعة. كنقطع او كنقطعو بشي موس. كنقطعو بحل هكا رقيق. وكنجمعو. وبحل هكا كنلويه ما كان ما كان زيروش. صافي وكنحطو على جن. غالي ندير معكم الثانية تشوفو. كيف ما قلت لكم اقدمه سرحناه اقدمه كيجي مزيان. وكيجي رقيق. صافي كنسرح بحل هكا. كنجي بقطعة. وكنقطع. كبالي سلي كيبانو لي بقي نغلط كنعود نقطعوهم. كنجمع بحل هكا. هنا كندير بحل هكا كارية. لي كيبغي يصوب هكا المسم من كاري. كنسرح معي وكنزيد نقطع. صافي كنجمعها. وكنحطا ملجن. بعد ما كتبردلينا بحل هكا الحشوة. غالي نجيب واحط تبصيل بحل هكا صغير. وكنقرص فيه بحل هكا كيكون شوية غارق. كنجمع فيه بحل هكا وكنجمع شوية بشوية كنجمعوها. كنزيد ونقدوها كبالدينا. صافي كنحطا على جن. فقد نصوب معكم الثانية. هاد المليويات را كيجوا البنات كيجوا رائعين كيجوا ولداد بحل هكا نوجدهم لوليداتنا في العشية. بحل هكا اللي ما كيبغيوش دراري يأكلونا الخضار را كي يأكلوهم بلا ما كيحسوا. وديك اللي نسمة ديال الشحمة كتعطيهم واحد اللدة لان ما ديرت الشحمة بزاف كيف ما قلت لكم مرة خمسين قرام مرة كافية. كتعطي واحد اللدة في هديك الخضيرة. صافي بك نجيب واحد اللاطة وكنستفهم في اللاطة بحل هكا وكندهنهم. كنقرصهم شوية كنجيب شوية ديالزبدة مدابة كندير فيها شوية ديالحار هدي كتبقى اختيارية وكندهن بهم بالفوق. هاد الحار كيعطيهم واحد اللدة. صافي الفران ديالنا كيسخن على ميتين وعشرين دراجة. كنشعلوا عليها كمن الفوق ومن تحت. بعد ما كندهنوهم. وكندخلهم الفران كي يطيبو. هنا راخدوه معانا عشرين دقيقات يلطيب. صافي كندخلهم الفران. بعد ما طابو. كي يجيو رائعين وكي يجيو بحل هكا طيبين ومحمرين. صافي هنا كنقدرون نقدموهم هكا الوليداتنا او ضيوفنا او حل هكا كنديروهم دوازاتي في العشية. كنديروهم كوجبة عشاء. وكي يجيو هكا راقين. وما تنسوش الى عجبكم فيديو. ما تنسوش شاركو في القناة. والضغط على الجرس بش دائما ان شاء الله تتوسطوا الجديد. ليجداد على القناة والاقدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم. شكرا على المشاهدة. اشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.